بسهل خير يارب يوم سعيد عليكم جميعا هبدأ حلقة اليوم بخبر ملوش علاقة بالكورة خالص خبر اسعدني شخصيا على الصعيد الانساني وعلى الصعيد المهني ومن وجهة نظري انا بشوف ان احنا لازم يكون لنا دور في كل حاجة في المجتمع مش بس احنا بنتكلم على الكورة طالما انا عندي منصة بقدر من خلالها ان انا وصل ليكم معلومات فيكون في منها العديد من الاهداف اللي بيتفرج علي من زمانه ومتابعني هيعرف ان انا كنت عاملة حلقات قبل عن موضوع التنمر طيب اليوم امبارح بالزبط امبارح بالليل عرفت ان مجلس النواب اصدر قرار بالعقوبات على المتنمرين على ذوي الهمم عقوبات قضائية بالحبس وعقوبات مالية خبر ده اسعدني جدا جدا موضوع التنمر يا جماعة عشان بس نطولش عليكم هو بيؤدي لمشكلات كبيرة جدا في ناس ممكن تفقد شغلها في ناس ممكن تفقد نفسها بمعنى الكلمة ويجي لها اكتئاب والاكتئاب من اكتر الامراض اللي فعلا خطيرة جدا زي الكنسر وما كانش اخطر كمان لان اوقات بتوصل لمرحلة من الاكتئاب بيبقى مالوش علاج الا انك بتنتحر والعازو بالله الناس بتوصل فعلا للليفل ده من الاكتئاب وفي ناس بتموت من الزعل وعلى فكرة الكلام ده مش هابده ده حقيقي في ناس من كتر الزعل بتتوفى فموضوع التنمر سيء جدا جدا بيودي في حتة وحشة قوي تخيل معايا بقى لما يكون حد بيتنمر على حد من ذوي الهمم اصحاب الاعقاد زي ما الناس بتقول لابسطها لكو عشان في بعض الناس مش فهمة معنى كلمة ذوي الهمم فالناس دي انا عشت في وسطهم سنين سنين كتيرة جدا بحكم شولي قدي ايه هم بيبقوا ملايكة وبيبقوا جمال جدا واهليهم بيعانوا لدرجة كبيرة عشان يخلوهم مندمجين مع المجتمع فان انت كمان تيجي عليهم مع الظروف ده بيبقى اسوأ حاجة في الدنيا فالعقوبة دي بجد انا عملتلي سلام نفسي غير طبيعي مبارح لما سمعتها ندخل بقى في اخبار الكرة مسماني وموضوع المدير الفني عامل ازمة ومشكلة لناس كتيرة جدا والله هو مش عامل ازمة ومشكلة النادي الاهلي هو عامل مشكلة للإعلام قال لك مسماني مش عايز يجيب مدير فني قوي عشان هو خايف على مكانه وعشان هو حاسس ان احنا لو جبنا مدير فني قوي ممكن يحل محله بعد فترة وبلا بلا بلا يا جماعة الكلام ده هبد التنين مفيش الكلام ده خالص لسبب بسيط تعالوا كده نفكر مع بعض لو نادي الاهلي جاب رضا شحاتة مدير فني وقعد فترة مع النادي الاهلي هل تتوقع ان ممكن كابتن بيبو يخلي رضا شحاتة هو اللي يمسك النادي الاهلي انا لا اعتقد بنسبة 100% وما فيش حاجة اسمها كده يعني ما فيش حاجة اسمها كده في النادي الاهلي اصلا احنا بنعملش مؤامرات احنا نجيب حاج ياخد منك الخبرة وبعد كده نقلشك ايه الكلام العبيد ده ومسماني ما يفكرش كده خالص قال لك ان هو مش عايز مدرب عام معاه في الفريق وهما بيبقى ليهم حسابات تانية هما ليهم وجد نظر تانية وما ينفعش الناس برضو دخلت ايتي كابتن بيبو يفرد عليه اسمه معين كابتن بيبو ادي له كم اسم كده طرحوا للنقاش والكلام انتهى ان هو عايز يصعد او اخر حاجة ممكن يتوصلوا اليها ان يبقى فيه تصعيد ليه كابتن سامي امصان وخلاص على كده وما يكونش فيه حد تاني متواجد او يجيبو حد بديل عدل مصطفى او مكان سامي امصان لكن هو مش عايز من الاسماء المطروحة والموضوع سهل جدا يا جماعة ومش محتاج ان احنا نعمل عليه حوار بالاخير شلتك انت اللي هتشيلها محدش تاني يا موسماني انت مش عايز مدير عام معاك مفيش مدرب عام معاك يبقى انت اللي هتشيل الليلة كلها لحالك يبقى الحساب هيبقى معاك بالاخير هنيجي اخر الموسم هنقول يا موسماني انت عملت واحد اين تلاتة المكاسب بتاعتك كذا والخسار بتاعتك كذا وخلاص ودللينة لكن اكتر من كده ان احنا نفرد عليه لا مفيش الكلام ده خالص في الاحتراف ايضا من الاخبار الجميلة اللي سحيت عليها اليوم وفقا لموقع فوتبول ديتا بيز الاهلي في الصدارة في صدار الترتيب الاندية الافريقية و29 عالميا هقولكو كده الترتيب بتاع الاندية على مستوى الاندية الافريقية الاهلي 1850 نقطة الزمالك في المركز التاني 1593 نقطة مش مهم النقط بعد كده يلي سانداونز الترجي مازنبي الوداد النجم الساحلي الهلال الرجاء واخرهم في المركز العاشر فيتا كلاب النادي الاهلي عالميا 29 ونادي الزمالك 100 ومعرفش وكم كده يعني قلت بقى خلاص معلينا طالما كسرنا المية فالرقم مش مهم خالص طيب ودي من الارقام العظيمة للنادي الاهلي وحاجة بتشرفنا طول الوقت انت كل يوم تصحى كده تشوف احصائيات وارقام دائما وابدا الاهلي ما بيبقاش الوصيف دائما وابدا الاهلي بيبقى رقم واحد طيب تم تحديد موعد سفر بعثة النادي الاهلي يوم 14 اكتوبر ولا يوجد مباريات ودية قبل السفر وفقا لكلام كابتن سيد عبد الحفيز بيقولك ليه ان اصلا معظم اللعيبة مش موجودة مع الفريق دلوقتي فبالتالي موارات الودية مش تبقى ليها لازمة طيب هكلمكم على موضوع اجاييه تاني وسريعا علشان القصة دي تسألت فيها اكتر من مرة من امبارح لليوم جالي كذا سؤال من اكتر من شخص على ازمة اجاييه وانه اشتكى للفيفا وانه في ازمة وفي مشكلة زي ما قلتلكم قبل كده النادي الاهلي مش عنده يعني واحد كده من تحت بير السلم بمسك القضايا بتاعته النادي الاهلي عندهم مستشارين قضائيين على اعلى مستوى فهم اكيد عارفين هم بيعملوا ايه اللي هيحصل اللي هيتم ان انت بعد يومين بالزبط يعني بعد بكرة يا بعد بيوم يوم سبعة هيبقى القيد هيتقفل هيجي النادي الاهلي يقول له تعالى يعمل حج وخد المستحقات بتاعتك انت لاعب حر خلاص هيعلن استغناء عن اجايي وخلاص مفيش اي مشكلة وهيديله حتى لو انتو بتتكلموا في الخسائر المالية ولكن يبقى خسائر مالية ومعنوية ولا تبقى خسائر مالية فقط فكرة ان انت دلوقتي ما وصلتش لأجايي مع اجايي على اتفاق هو عايز ياخد كل مستحقاته وينتقل للطموح وكلنا عارفين انه هو ده اللي تم يعني هو كل الفيلم اللي بيعمله ده عايز يروح الطموح فبالتالي الناديل اهليم مش هيعمل كده انت هتاخد كل فلوسك وتروح الناديل على مزاجات فلأ طبعا موضوع مرفوض بنسبة 100% وكلها يومين والموضوع هيبقى اتحلم ما كانش قبل كمان اليومين دول على فكرة لانه ممكن اجاييه هو في الوقت ده خلاص هيبقى وقف القيد القيدة افل ما فيش اي دلوقتي انتقالات تاني فاللعب هيقعد من الفترة دي لحد فترة الانتقالات في يناير هيبقى لاعب حر فالموضوع بالنسبة له هيبقى برضو ازمة فالله اعلم باللي هيتم الفترة الجاية ولكن انا وجهة نظري شايفة ان ممكن تتحل فيه يعني في اليوم اللي فاضل ده ان اجاييه يتنازل مثلا جزء المستحقات ويروح النادي اللي هو عايزه او زي ما قلتلكم ان هو مع وقف القيد او خلاص انتهاء القيد بمعنى صح يوم سبعة الموضوع يخلص اما بالنسبة لموضوع كيروش والمنتخب والمؤتمر الصحفي والناس اللي سألتني انت ليه معقبتيش على المؤتمر الصحفي لان ببساطة كيروش ما قالش حاجة مفيدة ولا مهمة في المؤتمر الصحفي فبالتالي انا عقب اقول ايه هو اطلع ما عرفش ايه الهدف من المؤتمر اللي هو عمله ما استفدناش منه اي حاجة طيب عمل تويتا على حسابه اليوم على تويتر بيقول تويتا ولا اعجب اعجب من المؤتمر الصحفي بصراحة السبيل الوحيد ليضمن منتخب مصر النجاح ان يلتزم دوما بان يكون افضل واقوى وان يطور ثقافة الفوز هتفهم حاجة؟ طيب اللي افهم يا جماعة ياريت يقول لي لانه واضح ان ده ايه يعني الانجليش بتاعه ما خدناهش في الكلاوس على رأي يا امي سامير غانم احنا فعلا ما خدناش الكلام ده في الكلاوس انا مش فهم هو بيقول ايه طيب منتخب ليبيا حصل اصابة ليه علي سلامة قائد منتخب ليبيا وفيه احتمالية كبيرة جدا لغيابه عن مواجهة مصر فيه تصيات كاس العالم نتمنى له طبعا السلامة حكيت لكم قصة كوميدية عن حد كان المفروض ان هو مش عايزينه في النادي بتاعه فبلغوا عنه الجيش طيب هحكي لكم قصة جديدة كوميدية لازم كل حلقة كده يعني نرفع عن نفسنا شوي عمر جابر تحمل قيمة اعارة جون انطوي الى طلاع الجيش مقابل استمراره في نادي بيراميدز ومن المعروف ان عمر جابر يتقاضى 15 مليون في السيزن الواحد وهو تحمل 5 مليون لعارة و3 مليون راتب جون انطوي وكده هو هياخد 7 مليون في السيزن الواحد والله مربوحة يا عمر طيب تعقيبا على باكر سليم اللي هو طلع لنا ده الشحات بياخد مش عارفة 180 مرة بعدين 120 مرة وبعدين بالاخير قال لنا لا ده طلع بياخد الصفقة بتاعت الانتقال بتاعته كانت ب120 180 شايف ايه بالاخير الحمد لله سيبت على 80 مليون ده اخر كلام عندك ها ولا في حاجة تانية تغير رأيك بكرة الجامد في الموضوع انه هو بيقولك اخطأت التعبير يعني انا بالشام يعني اخطأ التعبير حد بس يشرح لي يا جماعة يعني ايه انسان يخطأ التعبير اخطأ التعبير ده بتبقى يعني لفزيا يعني انا اقول لفز معين فانا اقول لكم سوري انا خاني التعبير هنا ما كانش المفروض اقول كذا او خاني التعبير هنا فما كانش المفروض اقول ده مثلا كلام ده على اللاعب فده الخطأ في التعبير ولكن اخطأ في الرقم انا بخطأ في الرقم احيانا لان بيبقى وقات الواحب بيطلخبط يعني ممكن اطلخبط في الرقم انا عريته غلط من الورق او دامي ام مثلا اريته غلط او نظر الواحب يقول الأخبار عايز يقولها سريعا عشان ما يطولش على الناس فيطلخبت في الرقم يقولوا غلط فده أنا لده لأنه عرفه يعني لكن أخطأت التعبير في أنك قلت ده ورجعت بعد كده تاني يوم لا معلش سوري ده طلعوا تمانين طيب ده آخر كلام عندك بس يقول لنا عشان إحنا إيه ثابت كده على التمانين ولا لسه هيقل شوية بقى بلغنا الزبالك أنا مش عارف هيلاقيها منين ولا منين والله ولا تنمر ولا طريقة ولا سف عشان الناس بتاخد ده بمحمل إيه إن إحنا بنسف أو حاجة بس بجد أنا مش عارفة هما هيلاقوها منين ولا منين في عز الأزمات دي كلها وبيحاولوا يشوفوا موضوع أزمة القيد وإن هما يقللوا موضوع الإقاف حتى لفترة واحدة والجلسة اليوم وجلسة بكرة وجلسة الخميس والحاجات اللي عمالة عمالين نسمع في جلسات جلسات علشان موضوع إقاف القيد وبالأخير كده كده هو خلاص يا جماعة قضية الأمر يا شعلان هو ما فيهاش بس هو كل المناقشات اللي بتحصل دلوقتي علشان بس إيه يبقى بيكلموا على القيد بتاع شهر يناير طيب فإيجالهم عم باتشيكو يعمل شكوى في المحكمة الدولية الرياضية ويقول لك أنا عايز بطالب الزمالك بمليون وربعمائة ألف يورو الله خرب بيت كده يا جدعين يعني هما الزمالك هاليا منين ولا منين كان الله في العون بجد بس نيجي بقى للضحك والغندريات بتاعتنا الجميلة اللطيفة طلع قالك إيه صلاح زمالكاوي متعصب وكان نفسه يلعب في الزمالك يا صباح الكوميديا الرجل لما كان لسه هنا ويروير كده صغنون لسه يدوب بيتعرف إن الكرة مدورة كان أكيد أي حد في الدنيا طموحه تسأل أي حد في الدنيا بيلعب كرة أي لعب يعني شاب صغنم هيقول لك عايز ألعب في الأهلي أو الزمالك على اعتبار إن دول القطبي بتوع الكرة المصرية يعني الاتنين دول هما أكبر نادين في مصر فبالتالي مش معنى إنه كان عايز يلعب في الزمالك وترفض زمان إنه هو حلمه إنه هو يلعب في الزمالك دلوقتي يا عم غندور بلس أنا لا يعني لي شيء إن صلاح يبقى زمالكاوي إنه يبقى أهلاوي أنا ولا الهواء أنا طبعا بحبه وبحترمه بالنسبة لي هو آيكونة زي ما قلت لكم قبل كده ويمثل الكرة المصرية وفخر لنا كلنا كمصريين إنه محمد صلاح مصري ولكن أنا بالنسبة لي مش هيضف لي شيء إنه محمد صلاح يكون بيشجع الأهلي أو بيشجع الزمالك ده مش إضافة هو الإضافة في إنه مصري بس انتماءه بقى المحلي إيه ده ما يفرقش ماي في حاجة ولكن بين قصين كده هو قال إنه هو قدوته المحلية هو تريكا يعني القدوة بتاعته جوى مصر هو محمد أبو تريكا فهو ما قالش مثلا حسن شحيته ما قالش فاروق جعفر فبالتالي يعني بلاش كلام كتير يا عم فطوطة ورحمنا من التصريحات بتاعتك اللي ملاش لازمة وبرضو ميدو هاختم الحلقة بتصريح ميدو الغريب جدا والله العظيم هارفين لهو إيه في ناس كده تحسوا بيه يعني بتتقرأ كلامه تحسوا أن انت حالم كده تترفع من على الأرض انت طاير يعني من الحج انت طاير بجد بيقولك أشعر أني أن نادي الزمالك فيه شيء مختلف عن جميع أندية العالم العالم ما قالش مصر وأي لاعب عندما يدخل الزمالك لأول مرة يشعر بإحساس من البهجة هو أكيد بيحس البهجة بهجة حضرتك مش بهجة طيب لم يشعر بمثله من قبل فأنا بالنسبة لي هو البهجة اللي هو بيحس بيها دي يعني الحج لما يخش بيشوف بقى الدحك بيشوف اللعيبة اللي ما بتخدش مستحقتها بيشوف اللعيبة اللي عاملة إضراب بيشوف الإدارة الواحدة اللي هما كلهم متخنئين مع بعض فهو بيدحك يعني يا البهجة جايله من الدحك اللي بيحصل جوه نادي الزمالك طيب مش عشان أي حاجة تانية هو فعلا مختلف عن أي نادي في العالم مش طول عليكو أكتر من كده ما تنسوش دعم باللايك والشير شكرا للمشاهدة